السلام عليكم يا شباب نكمل مع بعض ان احنا بقى عندنا ايه? يبقى عندنا جمع بعض. السلكين ده ممكن يبقوا جمع بعض وممكن يكونوا اااا او يكون transform يعني يعملين كده زي او يكونوا جمع بعض او ان الفيلز نفسها تبقى هي اللي نورمل. المجنيد الكفيلد الناتج عن كل سلك يبقى نورمل لبعض. مش السلكين نورمل لبعض. لأ. المجنيد الكفيلز الناتج عنهم نورمل لبعض. تعال نبدأ كده بس واحد واحد. نشوف لما عندي اه اتنين واربين عملية. بص ايدي. نجيب كده. ونبدأ ان احنا ايه نشوف سوا. تخيل معي الاول انت عندك سلك لونه احمر. اهو اسمه ايوان. الكرن في طالة يبقى احنا يمين وين وشمله ايه? اوت بالاحمر اهو برضو. يمين وين. وشمله ايه? وشمل اوت. هي بقى احط سلك ازرق تاني جنبي. هسميه ايتو. برضو يمين وين وشمل اوت. يبقى هكتبنا ايه? اكس دوت دوت. لعندنا كم منطقة? تلات مناطق. منطقة رقم واحد. هرقمها قدامك اوه. منطقة رقم واحد. منطقة رقم اتنين. منطقة رقم تلاتة. اللي هي المنطقة اللي المنطقتين اللي بره. اللي حوالي جنب بين الوايرز. ومنطقة اللي بين الوايرز. طب امسك مهم بوينت نمور ون. فيها كم فيها اتنين. المجنيتك فيلد الناتج عن السلك الاحمر. والمجنيتك فيلد الناتج عن السلك الازرق. والاتنين في السم ابدأ اعمل لهم بلاس اعمل لهم بلاس. يبقى البي توتل هنا. ثم الاسود. يبقى في الجزئية دي. بي وان بلاس بيتو. عند ايا نقطة. يعني هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او هنا. لما تحسب مجنيتك فيلد عند ايا نقطة من دول. هتجيب المجنيتك فيلت لسلك الأحمر. والمجنيتك فيلت لسلك الازرق. وتجمعهم على بعض. طيب في المنص هامل لهم ايه? بي تو تل ايكل كام? بي ون بي ناس بي تو الكبير ما يصغير? طب ليه? علشان لقيت ان في مجنيد كفيلد اللي هو اللي احمر داخل جوه الورقة ولا زرق خارج من الورقة. طب نيجي رقم تلاتة. عندي كان فيلد اتنين. اللي احمر ولا زرق. الاتنين داخلين جوه الورقة. يبقى اتوقع ان البي تو تل هنا تكون برضو بي وان. بلاس بي تو. فلما نيجي نبص كده. هلاقي ان انا في الجزئية دي عملت بلاس. طيب وفي الجزئي اللي في النص عملت ايه? ماينس. وفي الجزئي اللي برا رجعت عملت بلاس تاني. فقولنا خلاص لو عندنا سلكين في سيم دايريكشن هيبقى عندنا كود هنحفظه كده صريف قوي. بيقول لك ايه? لو عندي لو عندنا والاتنين في السيم دايريكشن سواء اللي اتنين طلعين او اللي اتنين نازلين هيبقى الكود بوزوتف نيجاتف بوزوتف. يعني ايه الكود ده? يعني هتراح دماغك على طول مش هتطبق اين وقاوت والكلام اللي اللي عملته في الاول هنا عشان اثبت لك ان هي فعلا باستر نيجاتف باستر. يعني انا على طول لما اجي يبقى عندي سلكين. واسألك مسلا الفيل دا عند النقطة بي. والله هتروح جايب. بي وان. وبي تو. لو ده بسلا اي وان وده اي تو. هتجيبي بتاعة ده. والبي بتاعة ده. وتعمل لهم ايه? بلس. لي بلس? عشان النقطة الحمرة دي. اللي اسمها بي. واقع في المنطقة البوزوتف. هعمل لهم بلس. طب ولو كانت هنا هعمل لهم ماينس. طب ولو كانت هنا هعمل لهم بلس. بي وان وبي تو بقى بنجيبهم ازاي? ازاي احنا عارفين بقى خلاص? ميو اي وان على تو باي دي وان. بلس. ميو اي تو. على تو باي دي تو. اللي هو القلون العادي. ميو ما عندي ايه? فكرة طيب. افرد السلكين دول عكس بعض. تعال نشوف. السلك احمر. كرافي طلعة. اكيد هيعمل يمين وان وشماله اوت. خلاص يبقى ان. ان. شماله اوت. امتنى جاي برضو حاطت جنبيه سلك ازرق. ولكن الكهربا فيه نزلة. فهيبقى اشماله اين? ويمينه ايه? اوت. العكس بقى. يبقى هنا هكتب ايه? اكس. اكس. وهنا ضط. اه هتلاقي بقى ان رقم واحد. وريجن رقم اتنين. وريجن رقم تلاتة. المنطقتين اللي برا. والمنطقة اللي في النص. هتلاقي نمبر وان. اللي اتنين فيه دي هنا عكسة بعض. فانت هتعمل ماينس. وفي النص مع بعض فهتعمل والاخيرة عكسة بعض فهتعمل ماينس. يبقى هنحفظ على طول الكود لو كانوا في السام لو كان عندي سلكين في السام ديركشن. اهو هنا. لو عندي سلكين في السام ديركشن هتلاقي ان عندي positive negative positive. واسبطت لك ليه? يبقى لو حطت لك نقطة في منطقة ما بينهم هتجيب تعمل لهم ماينس. حطت لك نقطة بره هتجيب الاولانية والتانية وتعمل لهم لان الكود بيقول positive negative positive. طيب لو كان لو هما الاتنين لو الاتنين في الديركشن سألت الكود negative positive negative. فانت كده عرفت برضو ان اللي اسألتك عن النقطة دي مسلا. النقطة اللي برسمها احاولا دي. ليا بي. هتعمل ماينس. هتجيب بي وان وتجيب بي تو وتعمل لهم ايه? ماينس لان هي وقت في المنطقة ايه? وقت في المنطقة الناجاتف. طيب. تعال لنشوف اسئلة على الجزئية دي. هنا بيقول لي يعني هي في النص بالزبط. طب المسافة اللي بينها ممكن اصلا عشرين. يعني المسافة دي كلها كده عشرة سنتي ودي كلها كده عشرة سنتي. عايزة توتل فلكس عند النقطة بي والتوتل فلكس عند النقطة كيو. طيب اللي اتنين في السيم ولا في 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 حط الكود. يكون بيقول ناجاتف ناجاتف. طب النقطة بي. واقع فين ما بين السلكي? يبقى هعمل لهم ايه? بلس. هجيب بي وان. واجيب بي تو وعمل لهم بلس. اجيب بي وان ازاي? ميو. اهي. في اي. اهو. لو اي وان يعني اللي هو الاولاني. على ادي المسافة من السلك الاولاني اللي هو اللي يكون ده مسلا. ده السلك التاني. المسافة من السلك الاولاني لنقطة بي هي عشر سنتيمتر. اللي هي انا بس ايه? انجزت نفسي. طيب. ويجيب اتنحية التانية. السلك التاني. برضو ميو اي على تو باي دي. الميو معك. والاي بتن. على تو باي دي. برضو نفس المسافة او بوينت وان. لان النقطة بي اصلا في النص. يعني هي المسافة من السلكين. اصلا عشرين. المسافة من السلكين كام? عشرين. فهي النقطة في نص بالزبط. فيبقى من السلك الاولاني للنقطة عشرة. ومن السلك التاني للنقطة عشرة. طيب. فانا عملوهم برص يطلع ستين مايكرو تسلا. بتاعها ايه? يعني ايه? داخل ولا خارج? هنا بقى الصراحة مش هينفعتها ولازم تطبق امبير. امسك السلك رقم واحد. اللي هو اللي على شمال. اللي على شمالك. اللي هو شايل عشرين امبير اللي هو ده. الكارب في نزلة. يبقى شماله اين ويمين و اوت. بيعملنا اكس. وبيعملنا ايه? دوت. بس انا اللي هيمني البي اللي هو دوت. امسك السلك التاني. اللي هو اللي شايلت الامبير اللي هو ده. طالع بقى مين و اين وشماله اوت. ايه ده? يعني اللي اتنين بيعملو اوت? اه ما انت عشان كده عملتون بلس? طب ما لو كان اللي اتنين اوت يبقى التوتل بتاعهم برضو اوت. يعني انت عندك مسلا خمسة تسلا خارجين من الورقة. واتنين تسلا خارجين من الورقة. بنا عندي اجمالي كام سبعة تسلا خارجين من الورقة. طب نيجل النقطة كيو. النقطة كيو هي برا السلكين. تفاكر الكون كان ايه? نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. عشان هم معك سبعات. فهبدأ ان انا اجيب بي ون عند النقطة كيو. وبي تو عند النقطة كيو. وعمل لهم مينس. طيب بي ون عند النقطة كيو. لان نعود ميو اي. ميو اي. اهي. اهي. الله عمر عشان تبقين. ادي الميو ادي الاي. على تو باي دي. المسافة من السلك بتاعي. اللي هو السلك اللي انا بلقى وينه حرام بالاحمر. السلك ده. من المسافة للسلك ده. لحد النقطة كيو. المسافة كام? تلاتين سنتي. ليه? لان المسافة اللي بين السلكين اصلا بعشرين. ومن السلك التاني لنقطة كيو عشرة. يبقى من السلك الاولاني لحد النقطة كيو. مسافة كام? مسافة تلاتين. اللي هي الى عشرين دي. زائد العشرة دي. يبقى عشان كده عملت ايه? ديفايد كام? ديفايدد. تو باي دي. اللي هي جت مينين. اللي هي تلاتين. طيب عرفنا منين جت تلاتين. كده انت حسنت بي وان. البي بتاع السلك الاولاني. طيب البي بتاع السلك التاني. ادي الميو. وادل اي. على تو باي دي. المسافة من السلك التاني للنقطة. السلك التاني اللي هو شائل تن امبير. يبقى المسافة عن كيو كام? مع عشرة سنتي هو وردين يديها لك. طب هعمل مين مين? الكبير من الصغير وخلاص. لو انت مش عارف من الكبير ومن الصغير اكتبها مع الكالكوليتر اي حاجة. طلع خلاص. او هتفهم انه اللي كان بعد هو الكبير. يعني انت مسلا اعملت بي ون ماينس بي تو طلع لك تلاتة. تفهم من كده ايه? تفهم ان الكبير هو اللي بعد المينس. اللي انت بس انت غلط انت بش عارف انت شافت مين كده بي وانا بي تو. ممكن تحسد الواحد او ممكن تحسد الواحد او وتقارن. في الناس هنختلف كدير. طيب هتفرق. اه جزية امبير معاك انا برضو. في ان اختار في بقى. ليه? مصلة الاتنين عكس بعض. الاتنين عكس بعض. السلك اللي هو شائل التوينتي امبير اللي هو السلك الاولاني. عند النقطة كيو بيعمل اوت. اهو. عند النقطة كيو بيعمل ايه? اوت. طب والسلك اللازرة عند النقطة كيو بيعمل ايه? بيعمل اين? طب ما كده التوتر بتاعهم اين ولا اوت? يعني في حبة داخلين وفي حبة هارفلين. التوتر بقى في النهاية داخل ولا خارج? اعرف منين? على حسب الانسر. انت الانسر معاك طلع انا كتب هنا بي تو مينس بي وان. انا حسبت بي تو وحسبت بي وان. لات بي تو اكبر من بي وان. عشان كده حطتها قدام الاول. قدام المينس يعني. المهمة تلع معايا رقم عزين. بتاع التوتل افتكر الكلمة دي وكتب عندك بيسمع كلامك كبير. بتسمع كلامك كبير. يعني بتشوف انهي مجنيتك فيلد كبير وبتمشي وبتسمع كلامه. يعني لو عندي خمسة تسلا خمسة تسلا خارجين من الورقة. واتنين تسلا داخلين جوه والورقة. في النهاية يبقى كام? تلاتة تسلا خارجين من الورقة. اوكي? يبقى دايما بنسمع كلمة كبيرة عشان كده هو قال في النهاية. طيب السؤال اللي بعده. بولي اتريت وير كاري ايت امبير. and beside it at a distance of سكستين سنتيميتر. and الكترون بيم. موفز in the same direction of the current. بيتحرك في نفس الاتجاه. الكترون بيم مشيه في نفس الاتجاه. طيب عايز بني ايا سيدي. المسافة اصلا بينهم ستاشر. هو عايز عند النقطة قلة النص بزبط. يبقى المسافة كلها لو ستاشر. هنقسمها لتمانية وتمانية. طب عظيم. ماشي. هو يقول لك ما قال لكش هنرجع بقى المعلومة اللي قلناها في اول شابتر وان. ان عندي حاجة اسمها وعندي حاجة اسمها او حاجة اسمها ايلكترون داريكشن او اكشل داريكشن. فقالت عندي الكهرباء الاولانية مسلا طلعة كده. وبيقول لي الالكترونز مشيه في نفس الاتجاه. طب ما هلأو الالكترونز طلعة? يبقى نازل. يبقى انا هاكني عندي سلكين. او هم سلكين. سلك الكهرباء في طلعة. سلك الكهرباء في نازل. يا مستر ازاي ده هو بيقول لك سيم داريكشن. هو قال لك ايه لسيم داريكشن? الالكترونات هي لسيم داريكشن بتاع الكهرباء. فانت لما كان دايما بيبقى عندك. الكهرباء هنا طالعة كده. ده اي وان. وده السلك التاني. هرسمه بلا زرق. اللي هو الالكترونز طلعة في نفس الاتجاه. دايما كنا عارفين ان اتجاه الالكترونز عكس اتجاه الكهرباء. مفكرك بيه. الالكترونز فبتخرج من هنا. بتخرج من اين من الناجاتف. طب والكارنت بيخرج من فدايما هما الاتنين عكس بعض. فلو كانت الالكترونز طلعة يبقى هيبقى الكارنت ايه? راجعة. يبقى انا هرسم اتجاه الاي ان هو نازل. واحنا شغالين بالاي. يبقى انا عندي كم سلك? سلك ايه? سلك احمر. الكهرباء في طلعة. وسلك ازرق. الكهرباء في نازلة. الالكترونز في طلعة. يبقى الكارنت ايه? راجعة تاني. يعني مهم ان هما عكس بعض ولكن دي كنت فكرة جديدة بس ان هو يجيب لك فكرة الكارنت. طيب. بيقولي فيه اه الواير دوت اللي هو فيه الالكترونات. بديك عدد الالكترونات اللي بيعدي في السنة. طيب اه هحسب طبعا الكارنت. كارنت مش معي. فالاي طبعا كيو عاد تيه. والكيو ان في ايه. يبقى الاي ايه كوال ان في ايه. ان في ايه عاد تيه. معاك الان معاك الاي والطايم بكام طلع معي ستاشر ام بير. طب هو عايزي هو عايزي البي عند نقطة ما بين السلكين. عند نقطة ما بين ايه? ما بين السلكين. طيب انا خلاص عارفت ان اعمل بلاس وما منس. هعمل حط كود نيجاتف باستب نيجاتف. انا هعمل ايه? بلاس. فهكتب ان البي توتل. اللي هو عايزة دي ايه كوال كام? البي الاولانية زائد البي التانية. طيب البي الاولانية. اي على دي. تمانية على تمانية تانية اللي هي اهو. مكتوبة فوق. الديستنس التانية ليه عشان هو اللي انا عايزها عند فين? عايزها في النص بالزبط. المسافة من السلكين اصلا ستاشر. في النص مسافة من السلك الاولاني والنقطة هتكون تمانية والتاني والنقطة هتكون برضو تمانية لان المسافة بينهم كلها من سلكين ستاشر سنتيمتر. وطبعا حول من سنتيمتر المتر. انا كده جبت الايه? البي الاولانية. اجمع عليها مين? البي التانية. الاي جبناها بكم? والمسافة برضو ايت. تجمعهم على بعض. ليه عملنا هم بلس? عشان هو قال لنا عايز النقطة اللي ما بينهم. وهنا عارف ان الكود نيجاتف نيجاتف عشان هم هم كهربتين عكسة بعض. فالكود نيجاتف نيجاتف نيجاتف. فاسألك ما بينهم. فانت هتشتغب بالبوزيتف. طيب. هنا نجاب لي بقى ان الوائرز نفسها يعني عاملين كده زي ما تشاift في الرسمة. اش اثر او اتش اتش اثر او او اتش اتش اوود النقلة ايجر. عايزا الفيلد عند النقطة اتش اون نلتا بال часов وتشوف سلك سلك بيعمل اين ولا اوت? السلك التارتة اللي قدامك ده الكهاروة طلعة يبقى يمين و اين وشمله ايه? اوت. كيفينا هكتبين ايه? اكس. امسك معايا السلك لا زرق. يعني انت حتبص للمنزمة بقى كده. الكهاروة برضو رهيقطع اكيدناها طلعة. فيمين و اين وشمله ايه? اوت. يبقى هو بيعمل ايه? اوت. يبقى كده النقطة بي. النقطة بتاعتنا. بيقصر لها اتنين. واحد جاي من تلاتة امبير واحد جاي من خمسة امبير واحد بيعمل اين واحد بيعمل اوت. يبقى اكيد هم مينس. يبقى استفدت ايه? اني هعمل لهم مينس. فهجيبي البيت اولانية. ونجيب البيت التانية ونعمل لهم ايه? ونعمل لهم مينس. تعال نحسبهم مع بعض انا عارف انك تبها فوق. بس برضو هحسبها قدامك. يلا بين? نحسب كده مع بعض. ايكول بي تو مينس بي وان. انا بس عشان عارف ان بي تو هيك كبيرة فانا احططها الاول. انه انا ما كنت شعرف مش فرقة. والوظهر اللي نجد فاشيله. مش قصة. اهو انت هحسب دل واحد دل واحده وعرف مينك كبير. زي ما انا عملت فوق كده. يلا. بي تو اللي هو السلك اللي خمسة امبير دل ده. يلا اي على دي. خمسة امبير. المسافة من السلك التاني للمقطة بتاعتنا اهي قدامك بلا وانا كبير ازرق اهي? اربعين سنتي. ما ده السلك التاني? من السلك التاني للنقطة بيه? اربعين سنتي. يبقى ايه? دي كده البي الاولين ايه? البي التاني. احنا عوز دي حسبنا اي خاص بي تو يعني. نحسب بقى اي على دي. اي السلك الاوليني. اي السلك الاوليني تلاتة امبير. يبقى اكتب تلاتة. المسافة من السلك الاوليني اللي هو اللي انا بلونه ده. لحد النقطة بيه. مسافة قد ايه? مسافة تلاتين سنتي. يبقى هكتب تلاتين. ونقفل على كده. وتشوف هيطلع معك كم معك كالتر. طيب. عايز اعرف بتاعها انت جبتلي المجنيتين بس مستر انا ما انت بيبتش الدي احنا قلنا بعد بتسمع كلامك كبير. بتسمع كلامك كبير. فانا راحت دماغي من الاول. حسبت عندي نقطة بي. لقيتها اتنين مايكرو تسلا. دي انا بقى لها مايكرو. عشنا هي مايكرو فعلا. تلات معي اتنين ونص مايكرو تسلا. ففي واحدة طلعة باتنين ونص مايكرو. وهطلعة باتنين مايكرو. من الكبير اللي اتنين ونص مايكرو. فخلاص. يبقى مين اللي هو بتاعت مين يعني? اللي هي بتاعة اللي عبو خمسة امبير. اللي هو السلك ده. السلك ده هو الاخوة. طب السلك ده الكهرباء ماشي فيه ازاي? ناحية اليمين. يعني انت ممكن بقى تعدل او الورا اللي قدامك وتقول ان الكرة بطلعة. فاهمينه اين وشماله ايه? اوت. يبقى هو بيأسر هنا باوت. يبقى التوتل بيأسر باوت. يا مستر تمال لازرق برضو بيعمل اين. ما احنا قلنا بقى? واحد بيعمل اين واحد بيعمل اوت الكبير يكسب. الكبير يغلب. خلاص هنا الكبير اه اه هو اللي جاي من الفايف امبير. حتى انا هكتب له افتاحها بالعربي. افتكر ان بتسمع كلامك كبير. ممكن تفتكير عارف بايه? عارف لما اتنين يجي لعبوا مع بعض. واحد مساك هنا بيزوق كده. وفي واحد تنين قصوده بيزوق ان احنا التاني. في النهاية ديهم هم اللي اتنين اللي بيجي لعبوا مع بعض دول. بيتحرك في اتجاه مين? في اتجاه الاقوى. والله لو الاقوى هو وانزل بيها كده. لو اقوى مني هيحركنا. في النهاية تاني. يبقى دايما بتسمع كلام الكبير. طيب الجزئية التانية ان يكون عندي نفسها هي النورمال على بعض. يعني مسألة اللي فاتت دي. انا اجيلك سلكين نورمال على بعض. يعني جايب كده. انا اجيب لك سلك كده. وسلك كده. ونتعمل ايه? كرس ما بينهم. المرة دي بقى لأ. انا مش هخلي السلوك هالت انترساكت. انا هخلي هما اللي انترساكت. ومسألة على كده. تعالى نشوف بس الاول فلايت بورد كده ندير ديش فيها شوية. لو انا عندي. مسلا. واير. لون احمر. طالع. في جنبي واير ازرق. داخل جوة الورقة. الاي نفسه داخل جوة الورقة. هسميه اي اتنين. وده اي واحد. وعندي هنا باللاسود نقطة اسمها بي. يبقى النقطة بي. بيقص عليها كان فيلد اتنين. السلك الاحمر. والسلك الازرق. تعالى يلا نروح نجيب السلك الاحمر. الكهرباء طالعها. يبقى يمينه اين وشمله اوت. يبقى هو بيعمل هنا ايه? اين. عظيم. طب هو سلك الازرق. بس سلك الازرق ده اين? وقلنا لو هو داخل جوة الورقة. يلف انتي كلوك. سوري ااسف يلف كلوك. تجرب بيدك اللي مين? الثنب هو كهرباء داخل جوة الورقة. هتلاقي صنعك بتلف كده. اللي هي كلوك. عارف انك شايفني باللوان شاقلب. بس انت هتطبقها بيدك هتلاقي ان انت ايه? يدك ماشي ايه? يبقى انا هرسم دواير. والكهرباء والمجنيتك فيلد فيها. ماشي دي انا بيبص كده. يعني هو في النهاية عند النقطة بي. هيبقى طالع ولا نازل ولا مين ولا شمل ولا اين ولا اوت. هيبقى طالع اهو. كل اللي على شماله. الوير بتاعنا. اللي هو الاكس دي يا جماعة. الوير بتاعنا اللي هي الاكس دي. كل اللي على شماله. طالع. وكل اللي هو فوقيه يمين. وكل اللي على يمينه تحت. كل اللي تحتيه شمال. فاكر لما رسمناها. قلت راجح فاظلي ان لو الكهرباء دخل لجوة الورقة. هتلاقي المجنيتك فيه دي دي باير كده. طالع يمين تحت شمال. صح? ولو كان ضد. ولو كان ضد. كنت بقى ملي برسم دايرة. كهربا طالعها. يبقى هنا ايه? طالع. شمال. نازل. يمين. فلما اجي اسألك على مقطة هنا. يمسيك لي مسلا بالنسبة لل بالنسبة للاوت ده. استنى امسا حده عشان بتطلوطش مني. امسا حده. دي برضو بايخة نرسمها بطريقة كويسة. يلا لما اجي احط لك بقى ايه? لما اجي احط لك نقطة هنا. اقول لك هو المجنيتك فيلد بصص ازاي? يعني انا لو حطيت بصلة عند النقطة بي. البصلة هتبص ازاي? هتبص لفوق? ليه هتبص لفوق? عشان المجنيتك فيلد في المنطقة دي بصص لفوق. فبرضو عندي دي هيكون بصص لفوق. طب ولو سألتك على النقطة دي. النقطة اسمها اكس. هيشاور ازاي? هيشاور الشمال. عشان النقطة دي كلها بتشاور شمال. طب ولو حطيت نقطة هنا بالليسود. وسمتها المجنيتك فيلد هيبص لفين? هيبص لتحت. مش معنى عشان هنا برضو المجنيتك فيلد باص لتحت. طب ولو حطيت نقطة هنا بسمها زد. المجنيتك فيلد عندها هيبص يمين. خلص. فلما يجي هنا تاني. الواير اصلا. مستنى بس حبقة الكلام ده. الواير اصلا الكهربا فيه دخل جول البرقة بكلام اللي هو اللي بالزرق. الكهربا اصلا دخل جول البرقة. فلما يجي عند النقطة الكهربا تبقى ايه برضو? فلما يبقى طالع. يبقى النقطة عندها كان اتنين. واحد ازرق واحد احمر. اللي احمر داخل جول الورقة واللي ازرق. لفوق. طيب. هتخيلة معك على على الكاميرا كده. داخل جول الورقة يعني يرايح ناحية الكاميرا جاي عليك. والتاني طلع لفوق. اهو. بيشاول لفوق. شاول السقف. دول كده مع بعض ايه? طبعا انت مش شايف. لا عملت لك كده بقى طيب. ها دول كده اسمهم ايه? في الفازكس. اسمهم كده على برضو ايه. واحد داخل عليك. او بيباد عنك. مش تفرق يعني بس المسألة دي هو داخل عليك انت. والفيلد الفوق اللي هو التاني اللي ازرق مش هو الفوق. فالتنين كده ايه? فالتنين كده نورمال على بعض. يبقى الاتنين فيلد نورمال على بعض. فلما تيجي تحسب لي. عند النقطة بي. عند النقطة بي. هتجيب البي الاولاني. وهتجيب البي التاني. وهتعمل اللي ده تحت الروت. الهامين. فاكت لما كانك بي عندك كده. ده اسمه مثلا ده اسمه ايه? وده اسمه بي. وده اسمه سي. فالي سكوير لاصل بي سكوير ايكوال سي سكوير. فلما يكون عندي هنا كده. وفيكتور تاني هنا كده. وعملين مع بعد انجل ناينتي. بنبدأ نطبق. اللي اولين سكوير. بس التاني سكوير. تحت الروت. فنيجي هنا. مسلا. الرسم اللي على الشمال اهي قدامك. النقطة بي. مؤسرة لها كان فيلد اتنين. السلك اللي هو والسلك اللي ازرق اللي هو طيب الكهربا طلعة. يبقى يمينه اين وشماله? اوت عشان كده اسم لك هنا ايه? اسم لك هنا ايه? اسم لك النقطة النقطة الصودية البي بتاعتي. مصر عليها كان فيلد اتنين. اللي اغدر اين? عشان فيه سلك اغدر طلع لفوق يبقى يمينه اين وشمال اوت. طيب والسلك اللي ازرق. السلك اللي ازرق اصلا اوت اوف بيج. الكهربا نفسها اوت. اوت يبقى يتلف ازاي? يبقى لما اجي رسمها. هلاقي اين? هو انتي كلوك طلع كده. دخل اشمال كده. نزل تحت هنا هو رسمها لك. وهنا دخل ايه? دخل امين? زي ما شرحناها? في الاجزاء اللي فاتت. ففي النهاية يعني النقطة بيه مصر عليها بيشاور واحد داخل كل ورقة والتاني بيشاور لتحت فهتلاقي ان الاتنين طبعا بايتاجرس. ودي برضو حالة تانية ان ممكن اجيب لك الاتنين في نفس الايه? في نفس المستوى. يعني الاتنين جانبا بعد كده. كده. الاتنين داخلين عليك او الاتنين خارجين من عليك او واحد داخل او واحدة خارجة مش هنختلف. بس اسألك على نقطة فوقيهم او تحتيهم. يعني اديك مثال. لو هنا اكس. والكارنت هنا ضد. ده الاي ها? مش مكنيني فيه ده الاي. واحد داخل واحد خارج. طب واحد داخل واحد خارج ده يعني اوما اللي اتنين عكس بعض. عكس بعض دي كانت كدب يقول صح? يبقى اكتب هنا ناجتف. الكلام ده ايه? ما بينه? عالخط بتاعه. طب افرق بقى اما هو رخم علي. اما هو رسم لي. هو علق تقريبا. لو اسألك على نقطة? هنا كده. اسمها بي. فوقيهم هما الاتنين. الواير اللي على مين? احنا اتفقنا ان لو كاربة داخلها يبقى انا بلف. في خطوط مجنيدك فيلد. اين بيبقى ايه? مين تحت شمال فوق. طب والكابتن التاني هعمل لبقى بلون مختلف. مسلا اخدر. برضو بيبقى في ازاي? اطالع شمال نازل يمين. طب النقطة بيه برضو ما هيش فوق السلك او تحتيه او على يمين او على شماله. هي بزاوية كده. يعني بالنسبة لكل سلك هي بزاوية. هي مش محظوظة ولا فوق ولا تحت ويمين ولا شمال. فانتنا مش طرف تحديد قوي. يعني لو كانت النقطة هنا هتقول لي المجنيدك فيلد يمين. هنا مجنيدك فيلد الفوق. هنا مجنيدك فيلد شمال وهكذا. زي معلناها من شوية. لما هو مش مش قيل. راح تطريب زاوية. فقلنا خلاص. بنعمل ايه? مش هو المجنيدك فيلد هنا كده كده بيلف ده. صح? وهنا بيلف في ده. فهنرسم خط تينجنت او خط يعبر عن المجنيدك فيلد لكل سلك. هتلاقي الاحمر ده بيعمل في الديريكشن ده. عشان يقلد النقطة دي. مجنيدك فيلد هنا هتلاقي بينهم مش مهم ما اثبتها خلص دلوقتي. مش عليك يعني. انت بس عارف لي انه ما يكون فيه نقطتين او فيه اتنين داخلين او خد ليه في نقطة فوقيهم او تحتيهم عندها بتكون المجنيدك فيلد بنستخدم برضو عشان بيكونوا نورمال على بعض. طب عشان اوضح لك اكتر. لو سألتك هنجيب بس لون مختلف عشان تباين في الرسمة. هي لون بنفسيجي مسلا كده. لو كنت حطيت لك النقطة هنا. او هنا. او هنا. هتعمل ايه? اي نقطة من بنفسيجين من بنفسيجي ده. اللي هو على خط السلكين. حطت بقى القدوم بتاعك عادي. هما الاتنين عكس بعض. يبقى نيجاتف نيجاتف. يبقى عندي نقطة رقم واحد. هتعمل ماينوس. نقطة رقم اتنين. تعمل تلاص. نقطة رقم تلاتة. تعمل ماينوس. لو سألتك. على. نقطة من النقط عايزين لون مختلف اللي هو اللون ده بسلا. لو سألتك بقى. على نقطة هنا. او نقطة هنا. على اي حاجة في الخط ده اكده. هيبقى نورمال على ايه? نورمال لبعض فنستخدم بايس وده مسال تاني. هنا. جيب لي كارنت شايل اي ووير شايل اي والتاني شايل اتنين اي والاتنين اوتو فيج. يعني ده بيعمل دواير كده بتلف ازاي? يعني عند النقطة واي هو بصص كده. عشان يقلد ده. طيب جنسك التاني. هو انتك لك برضو. طالع شمال نازل يمين. فهو حييجي عند النقطة واي وينزل كده. عشان يقلد النقطة دي. هنا كده. اوكي? فالاتنين برضو ايه? نورمال لبعض. فكل واحد فيهم بيعمل. واحد بيعمل بي. والتاني بيعمل اتنين بي. لان واحد شغل اي والتاني شغل اتنين اي. فهكتب ان البي توتل ايكول روت الاولين سكوير. والتاني سكوير. يبقى بي بلس اربعة بي سكوير. بلس اربعة بي سكوير خمسة بي سكوير. يخش على الخمسة تبقى روت خمسة. الروت يخش على بي سكوير تبقى بي. يبقى لاجابة روت فايف بي. كزلك لو جبت لك مسألة مرسومة بارقام باخراص مش زي لفلد كده. وباكلمك على النقطة اكس. النقطة اكس. هاتلي المجنيد الكفيل دي عندك كده. والله النقطة اكس دي بيصل لك اتنين. اللي هو اصلا خارج الورقة. فهو بيطبق المجنيد الكفيل دي هنا ده. لو رسمت لك ده اهو. اهو. دايرة. وقول في طالع مين نازل. اه يبقى هو بيقلد عن نقطة اكس هيقورده ايه? دي مين كده? عشان يقلد الجزئية دي. عشان هو جنبها. فان امسح بس الكلام ده. ويرسم بقى خلاص ان هو مجنيد في بتاع اكس طالع. هسميه بي اكس. طب الوير الفضي اللي تحت ده. والله الكرابر راحة كده يبقى مين وين وشمال هو ايه? يعني هو بيعمل هنا ايه في النهاية? ده اللي هو ايه? عندك مجنيد الكفيل دي بيتشاور راحة اليمين. ومجنيد الكفيل دي رايح عليك. دول ايه مع بعض? دول نورمل. وانت عبسرهم بقى ايه طريقة? هتلاقيهم طبعا نورمل. يعني من الاخر? انت اكيد عارف ازاي تفرق لو هما في السيم لو هما في فلو لقيتهم مش سيم ولا بقيتهم 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 راسين. بس واجيب الاولاني واجيب التاني ده سكوير ده سكوير تحت الروت. الاولاني المسافة المسافة من الوير بتاعي للنقطة هي عشرة سنتيمتر اهو. معوض عنها او بوينت وان. يبقى طالع معي فورتي مايكرو تسلا. طيب نيجي البي تو ميو اي تو ما ايش دي غلطة هنا. ميو اي تو على تو باي دي تو. الميو معاك خلاص? والاي بتاعت السلك التاني برضو عشر امبير. على تو باي دي. المسافة من الوير التاني. لحد النقطة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي اكس. برضو عشرة سنتي. يعني اللي هي او بوينت وان. يبقى الاولين باربعين مايكرو والتاني تاني بعشرين مايكرو. هنعمل لده سكوير وده سكوير وحط تحت الروت. زي ما انا كاتب القلون هنا. هيتطال الانسر في الاخر اللي هي في الاختيارات يعني خلاصة الكلام ان انت لما تلاقي اتنين فيلد في بتجمعهم. ولما تلاقي اتنين فيلد في الابوس ديركشن بتماينسهم. مينس. ولما تلاقي اتنين فيلد نورمل على بعض بتعمل لهم. انا بتكك على كلمة ما قلتش وير. عشان انت ببقى فاهم. لان المسألة دي هم بحلتها معك? اهو. تبقى السلكين دول نورمل على بعض. استغللنا باي ساجرس او اللي عملنا ماينس. ها? عملنا ماينس اهو. ايه مشكلة. ففرق ان انا بتكلمك علم اللي هو الجزء ده. لما لقي اتنين فيلد. واحد داخل والتاني الفوق. واحد خارج والتاني تحت. واحد خارج والتاني يمين او شمال ايه ده? تم مدرومش مع بعض. هم مش مشين في نفس الاتجاه. يعني ايما الاتنين خارجين ايما الاتنين داخلين. ايما الاتنين يمين ايما الاتنين شمال ايما الاتنين فوق ايما الاتنين تحت. واحد طالع واحد نازل واحد داخل واحد خارج واحد يمين واحد شمال واحد فوق واحد تحت طب واحد يمين واحد اين واحد شمال واحد ما لهاش عراقة ببعض يبقى دول لو انت مش قادر ان انت تحسب او تجيبي او تجيبي ايه هتشتغل بيه هتشتغل بيه هادردش معك شو هي كده في الموضوع ان هي تبقى انك تعرف تجيبها في ناحية وحدها اللي هي تجيب النقطة تعرف تجيب تجيب لما يكون النقطة في ناحية كده لوحدها ما هياش ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت انك المفروض بتعرف تحديد الكلام ده بس برضو حوله تاني دلوقتي لما يكون عندي ركز فيها شنهاية مهمة لما يكون عندي سلك والكهربا فيه دخلة عندي اربع نقطة اساسيين يمين وشمال وفوق وتحته يعني الاي دلوقتي داخل جوا الورقة فانا عندي نقطة رقم واحد نقطة رقم اتنين نقطة رقم تلاتة نقطة رقم اربعة دول لازم يبقى السين تبقى حافظهم حافظهم الكهربا دخلة جوا الورقة فبتلف ازاي بتلف فانا هرسم دايرة حمرة هي وارسم اتجاهاتهم طالع يمين تحت شمال لانها بتلف فانا قلت لك عند نقطة رقم تلاتة اللي هي على شمال السلك المجنين دي كفل لبصص ازاي بصص لفوق مش معنى يعني ما عشان دي الفوق برضو وانا مجنين يكفل دي بيلف كده فلما يجي عند نقطة رقم تلاتة هيكون طالع طيب عند نقطة رقم اتنين هيكون داخل يمين عند نقطة رقم واحد هيكون نزل تحت عند نقطة رقم اربعة هيكون داخل شمال انا بقى رخم بقى عليك ازاي ما السؤال كان برخم بشها كده وحاطط لك نقطة هنا في ناحية الوحدة اسمع النقطة وهنا في ناحية الوحدة اسمعها النقطة اكس او نقطة واي وهنا في ناحية الوحدة اسمها النقطة وهنا في ناحية الوحدة اسمها النقطة اتش عشان بقى ما تلقبط vacunش هشيري اللي في النص دول عشان بقى كفاية ايه يعني اي اهو يبقى انا الراجل جاب لي اربع نقط ما هماش على يمين وشمال وفوق وتحت السلك لأهم في ناحية لوحدهم كده ايه? بالورب كده. بجيبها ازاي? تخيل معي ان الاكس بتاعتك والنقطة البي على نفس الايه? على نفس الخط. طب ما اللقتي السلك اكاربعين فهو عند الحتة دي بيعمل كده. فبرضو النقطة البي تقلدها. فتشاور كده. فهم? يبقى عند النقطة دي او عند في الحتة دي كده. هو بيشاور كده. فبرضو عند النقطة بيشاور كده. طب تعال عند النقطة واي. عند النقطة واي. المجنيد الكفير دي اصلا عند عند الحتة دي كده بيشاور ايه? بيشاور في الداركشن ده. لكنه ايه? جاي علينا. فبرضو عند النقطة واي يبقى كده جاي علينا. تمام? عند النقطة زد هو طالع كده يبقى برضو طالع كده. بيقلده. طب عند النقطة وبرضو عند النقطة ايش هو هنا طالع كده هي برضو هيكون طالع كده. دي زيادة هي كده كده زيادة وتقيلة على الايه? يعني بس نعرفها دايما المعنوات لزيادة مش هتخسرك حاجة. خالص. وبرضو عشان موجود منها سؤالين تلا في المعاصر. فلبي انت ورضو ايه? عندك فكرة عنها. اللي هتخم لك هنا في المنزمة. فانا احنا كده خلصنا. اه اول حس خالص من شابتر تو. اخدنا الفاي. واخدنا البي ستريت. هينزلك بقى ان شاء الله الحل بتاع الوجب. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.